الأهلي صاحب السعادة وصانع السعادة مبروك للأهلي ومبروك لكل جماهير المارد الأحمر في مصر وفي الوطن العربي النهاردة فرحة كبيرة وكالعادة الأهلي شرف للكرة المصرية والعربية والنهاردة البرونزية الرابعة في كاس العالم الأندية في تاريخ النادي الأهلي والحياة مباراة ما كانتش سهلة أبدا واللعيبة كانوا رجالة لحد آخر دقيقة النتيجة كانت أربعة مقابل هدفين ويمكن الهدف الأخير لعلي معلول خلص المارشة خالص وخلانا ناخد نفسنا ونقول خلاص يعني المباراة كده انتهت وكالعادة دايما الأهلي بيخلص بعد الديئة تسعين حيث أنه النهاردة الجمهور كان فرحيته كبيرة جدا جدا رغم أن ده الجمهور اللي من البداية كان طموحه أكبر من البرونزية جماهير الأهلي بيقولك إحنا سائمنا البرونزية كانوا يطمحوا للنهائي وكمان اللعيبة الحقيقة وده حدثهم بعد المباراة وشيء عظيم وشيء مشرف أنه تلاقي الفريق والجمهور طموحه أكبر من أنه يكون تالت مونديال العالم بالتأكيد هو ده اللي بيخلق العظماء في بطولة كبيرة ما بيدخلهاش غير الكبار عظمة النادي الأهلي كممثل للكرة المصرية وفوزه النهاردة مش بس تشريف للأهلي وجمهوره لا دي قيمة الكرة المصرية وأهميتها في العالم كله لما أندية كبيرة النهاردة كلها بتبارك للنادي الأهلي على البرونزية دي مصر النادي الأهلي أصبح أكثر الأندية الأفريقية مشاركة في كاس العالم للأندية والنادي الأهلي هو الفريق الأكتر تحقيق للانتصارات في كاس العالم للأندية بالنسبة للفرق الأفريقية فهو واخد تاني وثالث ورابع بمناسبة البرونزية النهاردة البرونزية الرابعة للنادي الأهلي اللي مشرفنا ومفرح الكرة المصرية حيث طول المرشو كتالوجي النادي الأهلي واضح ومباشر وعشان كده بنشوف الأهلي على منصات التتويج خلينا نروح لأجواء ما بعد المباراة ونحتفل بهذا الفوز الكبير